تعد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد تعد فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد المسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال كما تمهد القمة الطريقة لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة دول العالم جميعها النامي والمتقدم منها باتت على يقين بحجم الأزمات الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالجميع بعدما تفاقمت الأوضاع جراء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية فبمشاركة أكثر من مئة رئيس دولة وحكومة وأربعين منظمة دولية ومئة وعشرين أخرى غير حكومية تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية تحت عنوان قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد القمة التي تعقد في وقت حرق وصل فيها الدين العام إلى مستويات قياسية في العديد من البلاد تزدحم طاولتها بالعديد من الملفات من بينها إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الدين وتمويل تكنولوجيا الخضراء القمة ستسلط الضوء على محاولة حل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها العالم لا سيما تحديات الأمن الغذائي والطاقة وتأثيرها على الدول النامية والاقتصادات الناشئة وضرورة السعي لتعزيز القدرة المالية للدول التي تواجه صعوبات وتلك الأكثر مديونية قمة فرنسا التي ستشهد نحو خمسين حادثا جانبيا وست موائد مستديرة وأكثر من ثلاثمائة ممثل لدول ومنظمات دولية بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص ستبحث كذلك جهود تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخافضة الدخل وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء بالدول النامية والناشئة